مشاهدين والحديث عن تشكيل الحكومة في الإراق وصراع شركاء العملية السياسية على الحقائب الوزارية معنا من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية الأستاذ علي الصاحب سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله كيف تفسر هذا الصراع على وزارتي الداخلية والدفاع وكذلك المخابرات لماذا تصل كل كتلة على تجيير هاتين الحقيبتين إليها نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية مسائل لك ولجمهور الرافدين وللعراقيين جميعا حقيقة الأمر لن يستطيع السيد السوداني من الخروج من المحاصصة المقيتة مهما حاول وحتى هذه العبارات التي نسبعها بأن هناك أعطي فسحة وأعطي حرية الاختيار هي ليس إلا للاستهلاك الإعلامي لذلك اليوم أمام السيد السوداني مهمة صعبة ولكنها في نفس الوقت غير مستحيلة باعتباره اليوم يستند إلى دعم أممي بعد الإحاطة التي قدمتها بلاس خارت وهي بحقيقة الأمر إطاحة بالمنظومة السياسية الفاسدة ولكن ربما اعتبرت هذه الحكومة الحكومة هي حكومة الفرصة الأخيرة الخلاف الذي شبه أخيرا حول حقيبتي الدفاع والداخلية ليس جديد وليس هو الأول باعتبار أن الداخلية خصصة للشيعة والدفاع خصصة للمكون السني سيد السوداني طالب بأن تكون الداخلية من ضمن الوزارات الثلاث التي أراد الإشراف عليها إضافة إلى الكهرباء وإلى الصحة ولكن يبدو أن هناك من يحاول أن يهيمن على الداخلية وللأسف الشديد كل ما نسمعه عن حرية الإختبار قد يذهب إدراج الرياح لأن الكتل السياسية تعودت على مدى عشرون عاما أن تتمتك بالمناصب وأن هذه المناصب بحقيقة الأمر هي تباعة وتشترى طيب هنا كيف تقيم خطورة ما يجري بما يتعلق بالملف الأمني في البلاد تحديدا جهازي الأمن الوطني وكذلك المخابرات لا سيما أن مرجعية المتصارعين على هذين المنصبين هما ميليشيات العصائب وكذلك حزب الله نعم يعني الملف الأمني في العراق شائك ومربك وربما حتى خطر وحتى البلاد على كف عفريت بتعدد الإرادات وتعدد القيادات والتوجهات وحتى الولاءات لذلك اليوم وضعنا الأمني لا نستطيع تقييمه بصورة صحيحة ودقيقة باعتبار أن متغيرات تطرح هنا وهناك تغير حتى شكل الخارطة الأمنية لذلك لا زال البلد غير مستقر باعتباره أنه ليس صاحب القرار الوحيد وأن هذه القيادات عندما تتغير ربما حتى تتغير خططها على الأرض وبالتالي تحدث فجوة هنا وفجوة هناك الأمر الذي يربك المشهد السياسي من جهة والمشهد الأمني من جهة لا سيما أن هذه المكانات أو هذه العناوين هي عناوين حساسة وخطرة ويجب أن تكون ضمن الإختصاص وضمن المحاسبة الدقيقة حتى لا ينفلت الوضع الأمني الذي نراه للأسف الشديد بين فترة وأخرى وأخرى هناك أخطاء كارثية تقع باعتبار أن من يتولى قيادة هذه المؤسسات هو بالأساس غير مؤهل لها طيب في خرم هذا الصراع الذي نشهده اليوم في العراق إلى أي مدى يرجع الأمور أو يرجع الأمور إلى المربع الأول وهو تعطيل تشكيل الحكومة في العراق هل ممكن أن تمنح الثقة بصورة كاملة أو تمنحها الكتل إلى حكومة السوداني الآن وفق هذا الصراع القائم؟ يعني هذا الخلاف المتجدر والأزلي بين الكتل السياسية فيما بينها من جهة وبين الكتل فيما بينها في كتل واحدة اليوم صار عندنا خلاف حتى مع قياداتها لذلك عودتنا للمربع الأول أمر غير مستبعد باعتبار أن لا توجد رؤى حقيقية نستطيع أن نمضي عليها السيد الدوداني وإن كانت تصريحاتهم مطمئنة ولكنها قد تكون غير حقيقية باعتباره يصطدم بصخرة كبيرة اسمها المحاصصة المقيتة هو تكلم بالإعلام بأنه أعطي مجال للاختيار وهو من سيشخص الوزير الكفوء من غيره ولكن يا سيد العزيز منذ عشرون عاما بنيت الحكومة العراقية على المحاصصة وعلى التوافقية وهناك أجندات خارجية هي من تضع الخارطة السياسية قد تختلف هذه المرة كما قلت لك باعتبار أن الوقت أصبح وقت حارج جدا وأن التحقل الأممي أصبح قريب على الساحة السياسية فأعطوا مجال أو أعطوا فسحة للسيد السوداني ولكنها مقيدة يعني لا يتصور المستمع الكريم العراقي أن السيد السوداني لديه طريق معبد بالزهور أبدا ماذا عن سيطرة إيران على الحكومة في العراق عبر أدرعها رغم كل التحذيرات الدولية والحقوقية يعني إذا تحدثنا حقيقة عن التدخل الإقليمي والخارجي على العراق فهذا حديث ذو شجون ربما يعني يؤلم كل قلب من قلوب العراقيين لأننا للأسف الشديد أصحاب الأرث السياسي القديم وأصحاب السيادة أصبحنا ربما نكون منطلق للعمليات وساعة لتصفية الحسابات الواقع العراقي واقع مرير بأن هناك أكثر من دولة خاصة دول الجوار تتدخل ربما تكون إيران لها حصة الأسد في التدخلات في الشأن العراقي وبعض الدول ودول الخليل كل هذه المؤثرات هي من ساهمت على أن يكون الوضع العراقي وضع مربك ووضع شائك ووضع غير مستقر وإلا كدولة تمتلك هذه المقاومات وتمتلك هذه الثروات يفترض بنا أن نكون نحن في بلدان المتقدمة وليس كهذا الحال الذي نعانيه للأسف الشديد طيب كيف تنظر إلى تشكيل الإطار التنسيقي نفسه أمام هذا الصراع هل سيصمد أمام هذا الصراع بين مكوناته وهل هناك شيء تبقى اسمه الإطار التنسيقي بعد هذه الصراعات يعني بصراح الإطار التنسيقي ربما حاله حال بقية الكتل ولكن أصبح لا يخلو من التشضي والانقسامات بعدما أصبح به يمين ريدكالي ويسار الليبرالي وربما وسط المترنح حتى أن بعض الجهاد السياسية تنظر إلى الإطار على أنها أيام معدودة وربما حتى هذه الوزارات التي تتقاسمها بينها 12 حصة حصة المكون الشيعية تقاسمها الإطار التنسيقي ربما هي نقطة انطلاق الخلاف فيما بينهم هناك انقسامات وربما لم تظهر على السطح ولكن في الواقع الإطار التنسيقي يشهد انقسامات وإقلافات فيما بينه وخاصة في موضوع الوزارات تعرف اليوم بالعراف أهم شيء أنه كيف يحصل هذا الطرف على وزارة وخاصة الوزارات الرئيئية التي تحقق واردات مالية كبيرة من بغداد رئيس المركز اليقيمي للدراسات السياسية الأستاذ علي الصاحب نشكر مشاركتكم معنا شكرا لكم